اشتركوا في القناة في كلمة لا تضار هنا مد لازم كلمي مثقل مقداره ست حركات مد لازم كلمي مثقل مد لازم لماذا اخواني الكرام لان حرف المد جاء وجاء بعده حرف ساكن سكونا اصليا اين هذا الساكن هو الراء وعندنا الراء كما تعلمون الراء مشددة فالحرف الاول هو راء ساكن والحرف الثاني هو راء مفتوحة فجاء بعد حرف المد الذي جاء بعد حرف المد مباشرة هو هذه الراء لا تضار لاحظنا فاذا مد لازم لانه جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكونا اصليا كلمي فهو يتعلق بالكلمات فعندنا مد لازم حرفي فهو متعلق بالحروف المقطعة في اوائل السور بعض السور في القرآن الكريم وعندنا مد لازم كلمي في كلمات متناثرة وامثلة عديدة في القرآن الكريم فهذا مد لازم كلمي ومثقل لانه جاء بعد حرف المد هذا ترون الشدة فلذلك نسميه مثقلها كم مقداره ست حركات ولكن لا فرق في المقدار بين المد اللازم بانواعه الاربعة مد لازم كلمي مثقل مد لازم كلمي مخفف مد لازم حرفي مثقل مد لازم حرفي مخفف كل هذه المدود طالما نقول مد لازم فهذا يعني مقدار ست حركات لا فرق بينها اذا كيف نقرأ هذا المثال اخواني الكرام عندنا كما ذكرنا مد لازم كلمي لكن هذا المد لازم كلمي مثقل فلابد لنا من النبر لابد لنا من النبر كيف ننبر اذا نقرأ خمسة حركات على سوية واحدة وفي الحركة السادسة يكون النبر كما تعودنا في الفيديوهات السابقة كيف ذلك لاحظوا لا تضار لاحظنا معيده في الحركة السادسة يكون النبر لا تضار والدة اذا بهذا الشكل نقرأ هذا المثال وننتبه الى النبر كما ذكرنا والنبر هو هذه الضغطة التي نستخدمها في الانتقال من حرف المد إلى الحرف المشدد واما الحكم الثاني او التالي هنا فهو اقلاب قلب التنوين ميما عند الباء والدة بولدها هذا التنوين ينقلب ميما عند الباء كيف ذلك؟ وهذه الميم ترونها هي علامة على الاقلاب والدة بولدها هكذا نطبق الشفتين على ميم ساكنة والدة بولدها نعم هنا عندنا اخواني الكرام اضغام بلا غنة تنوين وبعده اللام اضغام ولكن بلا غنة فنقرأ بهذا الشكل ولا مولود له بولده ولا مولود له ولا نقول ولا مولود له هذا لا يصح مباشرة اضغم التنوين في اللام اضغام كامل لا اثر للتنوين هنا ولا مولود له ولا مولود له هكذا عندنا هنا ايضا صلة صغراء له لاحظوا هذه الواو الصغيرة هذه علامة على الصلة الصغراء فهاء الضمير هنا اخواني الكرام هذه الهاء له التي ترونها مضمومة له هي متحركة مضمومة وجاءت بين متحركين قبلها اللام مفتوحة وبعدها الباء مكسورة اذا متحركة بين متحركين تحقق فيها شرط الصلة لكن الصلة صغراء هنا لماذا اخواني الكرام صلة صغراء لانه جاء بعد الهاء الباء لم يأتي بعدها همزة لم يأتي بعدها همزة ولذلك نسميها صلة صغراء صلة صغراء فلو جاء بعد الهاء همزة لصارت صلة كبراء وبما انها صلة صغراء فهي ملحقة بالمد الطبيعي ومقدارها حركتان له 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 هكذا له ولا مولود له بولده نعم وفي هذا المثال ايضا ننتبه الى الواوات ورد معنا خمس ووات فالواو كما تعلمون من الحروف التي ترقق دائما فنقول هكذا لا تضار و لاحظوا والدة ولا نقول والدة و بولدها ولا نقول بولدها و هكذا ولدها بولدها ولا و ولا مولود ولا نقول مولود إنما مولود له بولده ب و و بولده هكذا اذا بعد ان تعرفنا الى الاحكام دعونا الان نقرأ هذا المثال اذا يقول الله عز وجل لا تضار والدة والدة بولدها ولا مولود له بولده نعيد قراءة المثال وننتبه الى الاحكام وحاولوا ان ترددوا حتى يعني يكون المشاهد متفاعلا ولا نكتفي فقط بالمشاهدة اذا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها نعم بهذا الشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة